النهاردة رجعنا لكم بسلسلة الانفينيكس سمارت اللي الناس كلها بتحبها والنهاردة انفينيكس بتقدم هاتف ممتاز هاتف اقتصادي ورخيص بس بيقدم مواصفاتي واعتمد عليها فاعمل لايك واشتراك عايزين اوصل 20000 مشترك في نهاية السنة واكيد انت اللي هتساعدنا بكده واهلا بكم مشاهدين ومتابعين قناة مو بي سي احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف انفينيكس سمارت 9 هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف المميزات العيوب السعر وكمان المقارنة اللي هتكون في نهاية الفيديو ولكن زي ما قلت اللايك والاشتراك ويلا بينا نبتدي في مو بي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه كل ده في الفيديو واحد اول حاجة كالعادة هنتكلم عن تصميم الهاتف وتصميم الهاتف هنا الصراحة شكله شيك يعني هاتف رخيص واقتصادي بس بتصميم مميز وشكله رايق وبسيط والكاميرات شكلها رايق فحقيقي تصميم الهاتف هنا كويس خمات الهاتف بتيجي من البلاستيك وخلونا نشوف الشاشة اللي هنا جاب حجم 6 و 7 بوصة جودتها HD بلس وبدكة 1600 في 720 بيكسل مع معدل كسافة بيكسلات 262 بيكسل كل انش والشاشة نوعها I-Base LCD ومعدل التحديث 120 هرتز الشاشة هنا ممتازة يعني شاشة في السعر ده 120 هرتز حقيقة ممتازة موبايل اقتصادي ورخيص بسعر رخيص بيقدم لك شاشة وتجربة 120 هرتز فدي حاجة ممتازة الصراحة الشاشة هنا مناسبة وكويسة على الفاء دي هنتكلم بقى عن اداة الهاتف او المعالج المعالج هنا هو Mediatek Helio G81 اللي بيجي بدكة تصنيع 12 نانو والمعالج ده اداؤه زي معالج Mediatek Helio G85 بس بتطورات بسيطة يعني عايز اقولك رغم انك بتشتري هاتف اقتصادي ورخيص الا ان المعالج هنا كويس يعني هادم لخدق كويس سواء في استخدام يومي تصفح فيسبوك يوتيوب مكلمات والعب خفيفة وكمان هيشغلك العاب زي بابجي ولكن مش هتكون افضل اداة في النهاية انت بتشتري هاتف اقتصادي ورخيص فهو مناسب الصراحة على الفاء دي الجهاز هنا بيجي بنسختين الاولى 64 جيجا مع 3 جيجا رام والتانية 128 جيجا مع 4 جيجا رام وتقدر ترفع الرامات لحد 6 جيجا في النسخة الصغيرة وتمانية جيجا في النسخة الكبيرة من خلال انك تاخد من مساحة الجهاز الداخلية والجهاز هنا بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ مخصص لغاية 2 تيرة الجهاز بيجي باثنين كاميرا خلفية الاولى 13 ميجا بيكسل ودي الكاميرا الاساسية والكاميرا التانية للزكاء الاصطناعي وتقدر صور فيديوهات من الكاميرا الخلفية جودة 1080 30 فريم في السانية وكاميرا الهاتف الامامية بتيجي 8 ميجا بيكسل بطارة الهاتف هنا جاب حجم 5000 ميلا امبير الصراحة بطارة كويسة وهتاخد منها اداء كويس وهي بتدعم الشحن العادي بكوة 10 وط وللاسف ما بتدعمش الشحن السريع وده يعتبر يعني ممكن نقول طبيعي شوية على الفئة دي لان الهاتف يعني رخيص الجهاز هيجي باندرويد 14 وللاسف ما بتدعمش NFC وده برضه شبه طبيعي على الفئة دي الجهاز بيدعم منفذ السماعات منفذ الشحن بيجي من نوع طايب سي سماعات الجهاز بتدعم الاستيريو ودي حاجة ممتازة في ان هاتف رخيص بيدعم سماعات استيريو الوان الجهاز هم الاسود والاخدر والدهبي والفضي والجهاز بيدعم البصمة وموجودة في زرار البور معلش ثانية من وقتك وقبل ما نخش على المميزات والعيوب والسعر وكل الحاجات الباقية معلش ثانية من وقتك اعمل اشتراك لقناة مو بي سي احلم نتعب جدا علشان نقدم لكم المحتوى ده وبياخد وقته مجهود فاللايك بتاعك والاشتراك مش هياخد منك ثواني ولكن هيفرق معانا جدا ويلا بينا نكمل هنتكلم عن مميزات الهاتف والمعالجينا الصراحة كويس جدا على فئة وسعر الهاتف برضه الشاشة 120 هرتز ممتازة في السعر ده برضه ان هاتف رخيص جدا بدعم سماعات استيريو فدي حاجة ممتازة طيب بالنسبة للعيوب الصراحة هو الهاتف يعتبر مفهوش عيوب بالنسبة للسعر ولكن الحاجة الوحيدة اللي كانت مفروض تكون متغيرة في الهاتف ده انه يكون بيدعم الشحن السريع كانت هتكون ميزة رهيبة في السعر ده ولكن انا زي ما قلت اقول لك ما اعتبره شعيب كبير انت في النهاية بتشتري هاتف من ارخص الهاتف في العالم طيب خلنا دلوقتي بعد ما شفنا كل مواصفات الهاتف نعرف سعر الهاتف بس خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية اسعار احنا متوقعينها لان الجهاز لسه منزلش مصر ولا السعودية الاسعار دي لنسخة 64 جيجا مع 3 جيجا رام لان انفينكس لسه ما قلتش سعر النسخة الكبيرة الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر 75 دولار السعر متوقع في مصر 4300 جنيه السعر متوقع في السعودية 300 ريال النسخة الكبيرة من الهاتف ده اللي هي 128 مع 4 نتوقع سعرها في حدود 5000 جنيه طيب كده كويس قوي بس لو انا الهاتف ده مش عاجبني ايه بقى المنافس بتاعه هقولك عندنا هاتف الرلمي C51 الهاتف ده هو اقوى منافس للهاتف اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة فاحنا نخش على مقارنة سريع بين الجهازين ولكن قبل المقارنة هحبه بس سؤالك ان احنا عملنا مراجع الهاتف الرلمي C51 لو انت تحب تشوفها هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي اول حاجة هنقارن المعالجات وهنا معالج انفينيكس هو ميدياتيك هيلو جي 81 ومعالج رلمي هو يونسيك تايجر تي 612 وهنا اداء الاثنين متقارب جدا من بعض بالنسبة للشاشات فالاثنين جانب شاشة اي باي سالي سي دي جودة اتش دي بلس ولكن انفينيكس 120 هرتز وريلمي 90 هرتز وهنا انفينيكس تتفوق انفينيكس مفهوش او ما بدعمشين افسي ولكن رلمي بدعمين افسي وهنا رلمي تتفوق انفينيكس بدعم الشحن العادي بكوة 10 واط وريلمي بدعم الشحن السريع 33 واط وهنا رلمي تتفوق تعال دلوقتي نشوف فرق السعر ما بين الجهازين مع العلم ان سعر انفينيكس ده متوقع انما سعر رلمي ده ضمان دولي في مصر ضمان دولي يعني زي زي ما قلت دايما يعني داخل عن طريق التجار مش عن طريق الوكيل الرسمي سعر انفينيكس المتوقع نسخة 64 جيجا مع 3 جيجا رام 4300 جنيه سعر رلمي ضمان دولي في مصر نسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام 5000 جنيه وزي ما قلت للسعر المتوقع لانفينيكس النسخة الكبيرة 128.4 جيجا 5000 جنيه في نهاية الفيديو لو عندك اي هاتف معين محتاج ان احنا نعمله مراجعة اكتب اسمه في التعليقات ومستنى رأيك في هاتف انفينيكس سمارت 9 هتمنى يكون الفيديو عجبكم وما تنساش تعمل لايك الفيديو واشتراك للقناة اشتركوا في القناة